السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في قناة أسالي العارفين معكم محمد علي هنتكلم النهاردة عن آية من القرآن الكريم ليها مفعول عجيب في هدم الفقر في التخلص من النحس في قضاء الحوائج ليها مفعول قوي جدا في جلب الرزق الآية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ليس لها من دون الله يكاشفها إخواني الكرام هذه الآية من أعظم الآيات في القرآن الكريم في التخلص من الصعاب في حياتك في تحقيق أي أمر مهما كان صعب أو مستحيل هنقرن معاها أسماء الله الحسنى اسمين من أسماء الله الحسنى أو سلاسة في طريقة الزكر من أجل سرعة الاستجابة بس قبل ما أبدأ في الطريقة حابب أن أنا جاوب على سؤال دايما بيجي هذا السؤال بتكتب في التعليقات هل لو أنا مصاب عندي أي إصابة موجودة إصابة روحانية إصابة بالحسد إصابة بالسحر هل أقدر أن أنا أنفذ حلقات قضاء الحوائج أو التخلص من النحصة والفقرة أو تيسير الأمور أيوة تقدر مش بس كده هذه الآيات القرآنية عند قيامك بيها لتيسير الأمور أو قضاء الحاجات هي من سبل العلاج إخواني الكرام لو جينا نركز في أي طريقة علاج موجودة في قناة أصير العارفين هنلاقي أن أولا وأخيرا بتركز على ارتباطك بالذكر وإلى رجوعك إلى الله عز وجل وتنمية الروح وتشبيع الروح بقصرة الزكر وقصرة الصلاة على سيدنا النبي هو ده مفتاح العلاج يعني هو ده أساس العلاج فأي طريقة موجودة في قناة أصير العارفين لقضاء الحاجات لجلب الرزق للتخلص من النحص لأي مهما كانت الطريقة تقدر تنفذها سواء قبل ما تنقوم بعلاج السحر والمس والحسد أو مع أثناء تنفيذك برنامج لعلاج المس والسحر والحسد وحتى لو أنت مصاب ونفذتش برنامج علاجي وعندك تعطيل في حياتك تقدر تنفذ أي طريقة موجودة في القناة أخواني الكرام الطريقة اللي هتكلم عنها دلوقتي ليها مفعول سريع جدا وعجيب وأنا نصحتي بيه الكثير من كان بيشتاكم أو بيرسلهم إنهم بيعانوا من موضوع الفقر الشديد قلة الدخل أو الإعدام البركة في حياتهم كانوا بيلاقوا منه نتائج سريعة جدا وبيجدوا منه نتائج من خلال أول يوم وثاني يوم أو ثالث يوم ومما جرب أو مما تعرف عليه في هذه الطريقة إن أصارها بيظهر في خلال سبع أيام لأن مدة الورد أو الزكر اللي احنا تكلم عنه نهاردة في الآية اللي احنا ذكرناها سبعة أيام فالنتائج بتاعتها بتظهر من ثاني يوم أو ثالث يوم ولكن هي مطالب أن أنت تستمر عليها سبع أيام من أجل شحن الروح بأنوار القرآن الكريم شحن الروح بأنوار الزكر أو أنوار أسماء الله عز وجل اللي احنا هنقولها دلوقتي أخواني الكرام الزكر اللي احنا هنقوله ما أسهله نقول يا الله يا رزاق يا فتح ليس لها من دون الله كشفة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد تاني يا الله يا رزاق يا فتح ليس لها من دون الله كشفة ليس لها من دون الله كشفة الناس محبين الزكر وقراء القرآن الكريم وعشاق القرآن الكريم يعرفون قدر هذه الآية وما بها من تجليات عظيمة الخروج الكامل من حول وقوة الإنسان قدر هذه الآية يوازي قدر الحوقلة والحوقلة قال عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها كنز من كنوز الجنب أخواني الكرام هذه الآية لها سر عجيب في كشف النحس ودفع الفقر من حياة الإنسان في سرعة إجابة المطالب الطريقة إحنا هنقوم بيها سبع مرات في اليوم لمدة سبع أيام إزاي سبع مرات في اليوم؟ إحنا هنعمل هذا الذكر اللي أنا قلته يا الله يا رزاق ويا فتح ليس لها من دون الله كاشفة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآلي سيدنا محمد هقرأ هذا الذكر بهذه الكيفية أقرأه 101 مرة بعد أزان الفجر يبقى أنا كده أقوله 101 مرة بعد أزان الفجر وبعدين أقرأه 101 مرة بعد صلاة الفجر وبعدين هقرأه 101 مرة عند شروق الشمس إخواني الكرام مهم جدا لكل إنسان بيبحث أو ليه طلب عند الله عز وجل يخص الرزق أو قضاء الحاجات المستعصية أو المستحيلة يقوم في وقت الفجر أو يقوم لقيام الليل ويصل الفجر ويفضل جالس لحد بعد شروق الشمس دي من وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جلب الرزق وفيه لأن هذا الوقت بتقسم فيه الأرزاق فلازم إن احنا نكون في هذا الوقت في حالة تضرع وقرب إلى الله عز وجل قلنا نقولها 101 مرة بعد أزان الفجر 101 مرة بعد صلاة الفجر 101 مرة بعد شروق الشمس و101 مرة بعد صلاة الظهر 101 مرة بعد صلاة العصر 101 مرة بعد صلاة المغرب 101 مرة بعد صلاة العشاء هنعمل هذا الورد سبع مرات في اليوم في الموعيد اللي أنا قلتها لو انت عندك اي معاد بيتعارض مع وقت عملك مفيش مشكلة تقدر تقسم السبع مرات كل مرة 101 مرة على مدار اليوم في اي وقت بس الافضل ان انت تلتزم بالموعيد اللي انا ذكرتها بس اي شخص عنده ظروف عمل عنده ظروف دراسة يقدر يقسم السبع مرات على اي معاد يفضله ولكن يفضل يفضل قوي ان هو يكون بعد الفروض الخمسة وانت لو انت مثلا وقت شروق الشمس خارج للعمل عندك دراسة تقدر توزعهم على اي وقت تاني في اليوم مفيش اي مشكلة مهم جدا مع هذا الورد طهارة الجسد اخواننا البنات او السيدات اللي بيسألهم هل في زكر ينفع مع قضاء الحاجات او للرزق في حالة العزر الشرعي مفيش مشكلة احنا ممكن ان احنا نكون جسدنا طاهر او نتوضأ ونكمل الورد بتاعنا ونقدر نعمله في فترات العزر الشرعي لكن الاساسي والانجح والافضل ان احنا نعمله في فترات الطهر طيب هل انا لو عملت هذا الورد او عملت هذا الزكر وانا عندي برنامج علاجي اخر او بعمل طريقة اخرى لتيسير او لقضاء حاجة من قناة اصير العارفين اتتعارض معها مفيش اي تعارض ما بين القرآن الكريم كل العلاجات الموجودة في القناة مبنية على خصائص الذكر واصرار القرآن الكريم وايات القرآن الكريم والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فمهم جدا ان انت يكون جسدك طاهر ولو انت اخت الفاضلة عندك عزر الشرعي تقدر تتوضي اوقات الصلاة وتنفذ الورد بتاعك هو مش محتاج ان انت تمسك القرآن الكريم او تفتح القرآن الكريم هو امره سهل نعيده تاني عشان الناس تحفظه معنا انت قبل ما تخرج من الحلقة تكون حفظته يا الله يا رزاك يا فتح ليس لها من دون الله كاشفة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وقالي سيدنا محمد 101 مرة سبع مرات في اليوم سبع ايام واستمر عليه بموعيد محددة كده احنا ذكرنا الطريقة هنبدأ ندخل في شروط يعني واجب عليك ان انت تلتزم بيها بعد تنفيذ الطريقة او اسناء تنفيذ الطريقة اخواني الكرام في نواهي او امور يجب الالتزام بيها بحيث ان احنا لما ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنا الفقر او يدفع عنا النحس او يدفع عنا اي اصابة بالعين او الحسد اللي بتسبب تعطيل في حياتنا المواصبة على الامور اللي انا هذكرها دلوقتي او الابتعاد عن هذه الامور بيضمن استمرارية البركة في حياتك واستمرارية جلب الرزق بامر الله تعالى اول شيء اخواني الكرام مهم جدا ان اثناء النوم ننام على طهارة ماينفعش النوم وانا غير طاهر المواصبة على الطهارة بتدفع الشياطين وتدفع الطاقات السلبية ويفضل لو كان الوضوء بمياه باردة الناس بتخاف من المياه البردة او دايما بتتعود انها تستخدم المياه الساخنة مفيش مشكلة لو انت عندك اصابة مرضية انها تستخدمها ولكن انا انصح دايما لاصحاب الامراض الروحية استخدام الماء البارد والكتير كتير جدا موجود عندنا هنلاقي ابحاث طبية بتثبت علاج الكثير والكثير من امراض القلب والشرايين وامراض الاعصاب بالمياه الباردة فانا انصح ان كل شخص قبل النوم يلتزم بالوضوء وفي حاجة اخطر منها كمان نتجنب تماما النوم على جنابة لازم لو انا وجدت نفسي غير طاهر لاي سبب من اسباب اللي بتسبب الجنابة مهم جدا الاختسال ومهم جدا الحفاظ على الجسد مؤطر مهم جدا الحفاظ على النظافة الشخصية مهم جدا الحفاظ على نظافة منزلي ونظافة الحمامات باستمرار من الاماكن اللي بتسكنها الجن والشياطين وتسكنها الارواح الخبيثة اماكن الطنور او الاماكن اللي فيها المطابخ واماكن الحمامات اعزاكم المنزل النظيف بتدخل اليه الملائكة وتطرد الجن والشياطين من هذا المنزل المنزل الخبيث او الرحته غير طيبة او غير مرتب بتسكنه الجن والشياطين تبدأ تدايق الناس سكان هذا المنزل تبدأ تعكسهم في امور حياتهم تبدأ تعمل معهم مشاكل تبدأ تعمل عندهم بعض انواع من انواع الهواجس والتهيؤات والتخيولات بيكون بدايتها عدم الاهتمام بنظافة كمان اخوان الكرام من الحاجات المهمة جدا بر الوالدين ناس كتير بتعاني من هذه المشكلة تقول لك والله انا رزقي قليل انا عندي قلة في البركة انا عندي تعصر في اموري عندي حاجات توقف في حياتي دايما بعاني من النحس والتعطيل مهم جدا 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 ممكن تكون معاملتك مع ولديك طيب او عادي مفيش مشكلة ولكن في حاجات موجودة قديمة داخلهم فيها حصل حالة غضب قلبهم غضب او حصلت حاجة سببت ان هم يعني اشتقوك الى الله عز وجل حاول ان انت تبر والديك حاول ان انت تروح كده لولدك او والدتك تقولوا ام والله انا عايزكم ان انتو تسامحوني لو انتم قلبكم غضب علي في اي وقت اتمنى ان انتو تسامحوني يعني وتطلبوا من الله عز وجل يسر لي وحاولوا ان انتو تنشروا حواليكم طاقة سلام مع احبائكم مع اقاربكم مع الوالدين مهم جدا ركز على موضوع بر الوالدين هده ناسة تقولك والله طب انا علاقة باهل كويسة بس حاول ان انت ترجعهم ربما يكون في زعل قديم او في شيء في نفسهم قديم اطلب منهم ان هم يدعو لك اطلب منهم ان هم يعني يطلبوا من الله عز وجل انفرج امورك وشاهد اثارها في حياتك مع الالتزام بالذكر اللي انا قلته هتشوف نتائج مؤكدة بامر الله تعالى الطريقة دي يا اخواني الكرام من اسرار العظيمة للآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ليس لها من دون الله كاشفة ان انتم تذكروا الله عز وجل تقرؤوا هذه الآية بحالة من التزلل والخشوع واليقين في الله عز وجل وطلب الفرج من الله خلي عندك تركيز ما تذكرش الآية في القرآن الكريم او انت بتعمل الوردة او الذكر يكون يلا يعني مجرد يكون نطء لساني خلي قلبك اتحرك خلي قلبك يتزلل ويبكي الى الله عز وجل ويطلب منه الفرج الناس اصحاب تجارب الشفاء اكتب تجارب الشفاء بتاعتك شجع اخوانك واخواتك الموجودين في القناة اه ما تنسوش اشتراك في القناة وفعلي الجرس اعمل شير وبقوة اتدل على الخير كفاعله السلام عليكم ورحمة الله